اشتركوا في القناة باستعمال جهاز الفولت متر لقياس مقدار فيزيائي لبطارية كما هو موضح في الوثيقة واحد اذا لدينا هنا الوثيقة واحد أن هناك بطارية والبطارية مربوطة مباشرة على التفرع مع الفولت متر والبطارية في هذه الحالة خارج الضارة مع أنها ليست موصولة بضارة كهربائية في هذه الحالة ماذا يمثل هذا المقدار؟ يمثل هذا المقدار القوة المحركة الكهربائية القوة المحركة الكهربائية للبطارية ما هو رمزه؟ رمزه إذن ما هو إلا توتر البطارية خارج الضارة القوة المحركة الكهربائية هي ميزة أو خاصية تميز البطارية عندما تكون خارج الضارة إذن سنكتب هذا الكلام على ورقة الإجابة إذن واحد يمثل هذا المقدار القوة المحركة الكهربائية معناه قوة حرك الدقائق الكهربائية رمزها أو رمزه هكذا ربط كريم البطارية مع مصباح وناقل أومي كما هو موضح في الوثقة إثنان إذن قام بتوصيل البطارية مع مصباح وناقل أومي ولدينا هنا قاطعة ولدينا جهاز الأمبير متر وجهاز الفولت متر جدة قيمة المقاومة الناقل الأومي عندما يشير جهاز الأمبير متر إلى قيمة عشر ميلي أومبير وجهاز فولت متر إلى قيمة عشر فولت ثم لون حلقاته إذن لدينا الحلقات هنا إذن ماذا أو كيف نجد قيمة المقاومة الكهربائية إذن ماذا نفعل لدينا قانون أوم إذن بتطبيق قانون أوم بتطبيق قانون أوم بين طرفين ناقل أومي ناقل أومي قانون أومي يقول أن التوتر بين طرفين ناقل أومي يساوي المقاومة في شدة تير كهربائي نحن نريد قياس المقاومة المقاومة ماذا تساوي؟ تساوي التوتر قسمة الشدة نتلقى من هذا القانون المقاومة تساوي التوتر قسمة الشدة وتساوي التوتر كم لدينا؟ عشر فولت التوتر هو المقدار الذي يكون وحدته الفولت قسمة الشدة عشر ميلي أومبير نحولها إلى الأمبار نقوم القسمة على ألف إذن عشر ميلي أمبار نقسم على ألف تساوي 0.01 أمبار هكذا نقوم بتعويضها الآن في القانون إذن قسمة 0.01 أمبار وتساوي عشر قسمة 0.01 أمبار تساوي ألف وحدة المقاومة ما هي أوم إذن وحدتها الأوم الآن لدينا هنا مقاومة حلقاتها غير ملونة إذن نعيد رسم المقاومة هكذا نبدأ بالحلقة الأولى لدينا الحلقة الثانية ولدينا الحلقة الثالثة هكذا نقوم نحن بالتلوين مع ذكر الألوان هكذا حتى تكون الإجابة كاملة نبدأ بالرقم واحد هنا الرقم الأول واحد وهو اللون الأول إذن رقم واحد لونه بني إذن لون الحلقة الأولى بني لأن اللون الأول يمثل الرقم الأول اللون الثاني يمثل الرقم الثاني صفر الصفر نحن نعلم أنه الأسود إذن أسود إذن إثنان أسود ثلاثة عدد الأصفار لدينا صفرين صفرين معناها إثنان معناها اللون الرقم إثنان الأحمر إذن هنا أحمر دقة القياس غير موجودة ولم تطلب منا إذن هذا هو نقوم بتلوين الأول بني ثاني أسود والثالث بالأحمر ثالثا أذكر طريقة أخرى تساعد كريم في قياس المقاومة إذن لقياس المقاومة لقياس المقاومة لدينا طريقتين لدينا طريقة مباشرة ولدينا طريقة غير مباشرة الطريقة المباشرة مثل شفرة الألوان إذن شفرة الألوان لدينا طريقة مباشرة أخرى باستعمال جهاز الأوم متر باستعمال جهاز الأوم متر أو متعدد القياسات أو متعدد القياسات الذي يربط في المقاومة بحيث تكون خارج الضارة على التفرع نقوم بنزع المقاومة من الضارة ونربط جهاز الأوم متر على التفرع بين طرفيها ونقيس قيمة المقاومة مباشرة طريقة غير مباشرة بتطبيق قانون أوم بين طرفي ناقل أوم بين طرفي ناقل أوم إذن هذه الطرق المستعملة لقياس المقاومة الكهربائية الثمانين الثاني الآن إليك الشكل المقابل شكل رقم واحد لدينا هنا منبع لضوء أبيض موشور زجاج رقم واحد موشور زجاج رقم اثنان بالمقلوب وشاشة بيضاء كيف نسمي هذه العملية إذن عندما يكون لدينا موشورين موشور أول موضوع عادي وثاني بالمقلوب نسميها عملية تركيب الضوء أبيض إذن عملية تركيب الضوء الأبيض ما لون الحزمة الضوئية البارزة من كل موشور إذن لما نصلت منبع لضوء أبيض للموشور الأول تظهر لنا ألوان طيف الضوء الأبيض من الموشور الأول إذن الموشور الأول واحد تظهر ألوان طيف الضوء الأبيض معناها الألوان التي نختصرها في سبعة ألوان من الموشور الثاني يظهر لنا ضوء أبيض من جديد إذن الموشور اثنان يظهر ضوء أبيض إذن يظهر ضوء أبيض اثنين ما هو دور الموشور الأول وما هو دور الموشور الثاني إذن الموشور الأول يحلل الضوء الأبيض الموشور الثاني يركب الضوء الأبيض إذن نكتب الموشور واحد يحلل الضوء الأبيض يحلل الضوء الأبيض إلى ألوان طيف الضوء الأبيض الموشور الثاني يعيد تركيب الضوء الأبيض إذن هذه هي الإجابة ثالثا اقترح تجربة أخرى تحاكي هذه العملية ثم شرحها شرحا مختصرا معناه تركيبة التي تحاكي عملية تركيب الضوء الأبيض لدينا تجربة أو قرص نيوتن بحيث نقوم بصنع قرص أو ضائرة بورق مقوى ثم نقوم بتقسيمها إلى سبعة أجزاء ونلون كل جزء بلون من ألوان طيف الضوء الأبيض من الأقل انحرافا الأحمر إلى الأكثر انحرافا البنفسجي معناه نلون من الأحمر إلى البنفسجي في الضائرة ثم نثبتها على محرك ونقوم بتدويرها فنلاحظ اختفاء ألوان طيف الضوء الأبيض وظهور الضوء أبيض إذن تجربة نكتب قرص نيوتن والشرح كما سبق أن ذكرت لكم الآن وضعية الإذماجية يلبس أحمد نظارات خضراء وقميس أسود وإبراهيم نظارات زرقاء وقميس أبيض وانظراني إلى سيارة لونها أصفر وأثناء ذلك أحس أحمد بالحرارة تلفح جسده فسأل صديقه إبراهيم عن ذلك فقال له أنا لا أحس بشيء ربما أنت مريض وحتفسر سبب شعور أحمد بالحرارة تلفح جسده بينما لم يحس إبراهيم بذلك نذهب إلى أحمد أحمد كان يرتدي قميس أسود ونحن نعلم أن الأسود يمتص كل الأضواء وبما أنه يمتص كل الأضواء معناه يمتص حرارة الشمس وبالتالي شعر أحمد بالحرارة إذن نكتب له شعر أحمد بالحرارة لأنه يرتدي اللون الأسود الذي يمتص كل الأضواء الأسود يمتص كل الأضواء بينما إبراهيم يرتدي قميس أبيض هو الأبيض ينثر كل الأضواء أو نقول لا يمتص أي ضوء الأبيض لا يمتص أي ضوء ينثرها كلها إذن نكتب هذا بينما إبراهيم يرتدي الأبيض أو اللون الأبيض الذي ينثر كل الأضواء معناه يحكس كل الأضواء إثنان ما هو لون السيارة الذي يراه كل من أحمد وإبراهيم مداعما إجابتك برسم توضيحي إذن في هذا السؤال ركز جيدا عزيزي تلمير الرسم التوضيحي سيكون رسم مبسط إذن نقوم برسم سيارة على شكل عمود أو مستطيل هكذا نكتب هنا سيارة كيف هو لونها سفراء إذن سيارة سفراء الآن هذه السيارة السفراء هذه السيارة السفراء من ينظر إليها ينظر إليها كل من أحمد وإبراهيم إذن نرسم هنا عين الأولى ونكتب أحمد وهنا العين الثانية ونكتب إبراهيم السيارة السفراء بما أنها موجودة في تحت ضوء الشمس عادي معناها الضوء الوارد إليها ضوء الشمس ضوء الشمس مركباته الأحمر الأخضر والأزرق هكذا إذن هذه سيارة السفراء كيف سيراهها كل من أحمد وإبراهيم نحن نعلم أن العين العين لا ترى الأجسام وإنما ترى الأضواء التي تنصرها هذه الأجسام معناه لا ترى العين لا ترى الجسم بل ترى الضوء الذي ينصره أو الأضواء التي تنظرها هذه الأجهام هنا أمام عين أحمد هناك نظارات أي تعتبر كمرشح لوني أحمد يضع نظارات خضراء معنى مرشح لذول أخضر أو مرشح أخضر إبراهيم نظارات كيف هي؟ زرقاء إبراهيم زرقاء إذن مرشح أزرق ونحن نعلم أن المرشح يسمح بمرور لونه الخاص ويمتص مركبة أخرى إذن السيارة السفراء ماذا ستنظر للعين أو للعين كل من أحمد وإبراهيم الظواء الأصفر معنى مركبة الظواء الأصفر الأحمر والأخضر إذن هكذا أحمر روج وأخضر الآن الأخضر يسمح بمرور لونه الخاص معنى يسمح بمرور الأخضر إذن كيف سترى عين أحمد السيارة السفراء ستراها خضراء إذن ستراها خضراء الآن نذهب إلى عين إبراهيم بما أنه يضع نظارات زرقاء دائما الضوء المنثور هو الأصفر الأحمر زائد الأخضر دائما الآن المرشح اللوني الأزرق يسمح بمرور لونه الخاص هنا لا يوجد لونه الخاص لأن لا يوجد المركبة الزرقاء لأن امتصتها السيارة سابقا إذن كيف سترى العين السيارة عين إبراهيم سترها سوداء إذن سوداء سوداء معناه غياب كل للضوء لا يصل إليها أي ضوء فتراها سوداء إذن هذا هو الرسم التوضيحي الذي يوضح كيف يرى كل من أحمد وإبراهيم السيارة إذن نكتب له يرى أحمد السيارة خضراء بينما يراها إبراهيم سوداء فيما يخص الرسم التوضيحي نقوم برسم هذا الرسم التوضيحي نقوم برسم هذا الرسم التوضيحي الآن حدد الضوء الوارد والضوء الممتص والضوء المنثور بالنسبة لأحمد ثم بالنسبة لإبراهيم نبدأ بالنسبة لأحمد ما هو الضوء؟ نبدأ بالضوء الأول الضوء الوارد الضوء الوارد الضوء الممتص الضوء المنثور الضوء المنثور الضوء المنثور الضوء المنثور الضوء المنثور الذي يصل إلى العين هو الأخضر إذن هكذا الآن بالنسبة لإبراهيم دائما الضوء الوارد الضوء الممتص الضوء المنثور الضوء الوارد دائما R زائد V مركبة لون أصفر الضوء الممتص إذن الضوء الممتص هو R زائد V أيضا R زائد V الضوء المنثور إذن نكتب له لا يوجد معناه الضوء الأسود غياب كلي للضوء إذن هذا فيما يخص حل هذه الوضعية وهذه الوضعية عفوا مرشحة بقوة معناها يجب عليك التركيز بها جيدا وفي الأخير أتمنى أن يكون هذا الشرح واضح وبسيط وأي سؤال أو سبسار أدرك تعليق أسفل الفيديو وسأجيب عنه في الفيديو المقبل ولا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر